اصعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير بداية الرحمة على ارواح شهداء سوريا الابرار وتحية الى اشاوس جيشنا العربي السوري البطل الولايات المتحدة الامريكية ممتنة لروسيا لترتيبها مؤتمرا ثانا بشأن سوريا فما المعاني السياسية لهذا التصريح وما الذي جاء برئيس الوزراء البريطاني الى موسكو ما الذي دفع بباريس بان ترحب بالاتفاق الروسي الامريكي وبان تطالب بادراج جبهة نصرى على لائحة الارهاب واذا كانت سوريا والمقاومة رسمتا معادلة استراتيجية جديدة في الصراع العربي الاسرائيلي فكيف سترتسم هذه المعادلة على الخارطة الاقليمية وما وقع هذه التطورات على الجبهتين الداخلية والخارجية هذه لاسلة وغيرها سنحاول الاجابة عليها في حوار اليوم مع الباحث والكاتب السياسي والاقتصادي الاستاذ شادي احمد اهلا بك استاذ شادي اهلا وسهلا يعني بداية كيف توصف المشهد اقليميا ومحليا وخارجيا نعم الحقيقة ان هذه الايام هي ايام مفصلية يعيشها العالم بشكل اجمع وليس فقط على الصعيد المحلي نعم وبعكس النظرية السائدة اجد بان ما تحت الطاولة هو معروف اكثر بكثير مما فوق الطاولة نعم والاسف ان بعض الدول الاقليمية التي كانت مشتركة في سهداف سوريا لم تعرف الان وربما لم تعرف اطلاقا ما كان يحدث تحت الطاولة وما كان يحدث فوق الطاولة بشكل عام الموقف السوري موقف واضح لا يعتمد الاسرار لا يعتمد الدهاليس لا يعتمد المراسلات الغير مباشرة هو يعلن عن موقفه بشكل مباشر الذي حصل على الصعيد المحلي ان هناك ميدانيا تقدما كبير وواسع ومهم ونوعي للجيش العربي السوري تقومون بتغطية معظمه اعلاميا بينما الشعب السوري يدرك الاغلب والاعظم فهو يشاهد يوميا ماذا يفعل افراد قواتنا المسلحة نعم المسألة الثانية ان هذا الهجوم الكبير والعالمي على سوريا ادى الى ان نحقق اسطورة حقيقية في الصمود على الصعيد السياسي لو كان لدينا مثلا ترهل او لو كان لدينا نقاط ضعف لاستطاع هذا العدو او الخصم ان يستغل هذه النقاط ولا كان قد اثر ذلك على النظام السياسي على الصعيد الاقتصادي وعلى الرغم من المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي نعانيها وانت تعلم اخي جعفر باني من الناس المتابعين للشان الاقتصادي بشكل كبير ولكن رغم ذلك فعلا حققت سوريا صمودا غريبا واستثنائيا كما تحية لشعب العربي السوري الذي صبر وهذا الامر مرتبط بصمود الشعب السوري هذا الامر لا نقوله نحن فقط يعني هناك تقارير دولية هناك رجال اقتصاديون دوليون وذو سمع مرموقة يستغربون ويستعجبون فعلا كيف استطاع السوريا ان تصمد هذا الصمود المشرف لماذا؟ لان هناك ثلاثية هي ثلاثية الشعب والجيش والقائد هي التي استطاعت فعلا ان تحمي هرم هذا البلد وان نستمر فيها بشكل كبير ما الذي حصل؟ الذي حصل ان سوريا قدمت قراءتها لهذا الواقع وقالت بان سوريا تعاني الان من استهداف سابق طبعا والان من استهداف مباشر هذا استهداف سياسي اعلامي اقتصادي ارهابي امني ولكن تستطيع القيادة السورية ان تتعامل مع هذا الاستهداف وفق الاسس التالية بان اطلاقا لا يمكن ان تخلى عن سوريا الدور اطلاقا لا يمكن ان تخلى عن سوريا الوحدة الوطنية وأطلاقها لم يمكن أن تخلى عن سوريا الاستقلال والاستقرار إذن العوامل الثلاثة هذه كانت هي أهداف القيادة السورية والشعب السوري بشكل كبير من أجل الحفاظ على هذا البلد ومن أجل حماية هذا البلد وهذا الأمر الذي لم يستطع خرقه الآخرون بدليل أن سوريا الدور بمعنى سوريا الدور المقاوم لم يستطيعوا إطلاقا أن يزيحوا الموقف السوري عن هذا الأمر بل تعزز أيضا دور سوريا بفكرة المقاومة سوريا الاستقلال لم تسمح سوريا لأي كان بأن يمس سيادتها وأن كان هناك ما يسمى خروق للسيادة ولكن سوف نشرحها بعد قليل ما هي وسوريا الوحدة الوطنية على الرغم من الحاولات الكبيرة لبث الطائفية والإقليمية والإدعاء بأن سوريا تعيش حرب أهلية أثبت الشعب السوري بكامل أطيافه وليس طوائفه بأنه شعب يتمتع بحضارة عريقة ويتمتع بذات الوقت برؤية حقيقية لضرورة بناء هذا الوطن والاستماع في بناءه وإعلاء شأري إذن على صعيد الجبهة الداخلية وعلى الرغم كما قلت لك من بعض الضربات التي دفع لأجلها المليارات وجندت لنفسها الفضائيات واستصدرت القرارات وتم سلب موقع سوريا في عدة أماكن من المنظمات العربية ولكن مع ذلك لم يستطيعوا بأي شك من الأشكال أن يحققوا أي شيء حقيقي يمكن أن نقول بأن السيادة السورية قد انتهكت وأن سوريا تقدم الآن نموزج الدولة الفاشلة سوريا قدمت نموزج الدولة البانية في هذا الإطار تحدثت من خلال تصريحاتك الإعلامية قبل أيام عن الهداف الغارة الإسرائيلية السياسية لو تحدثنا ولا تطلان عليها أستاذ شادي طبعا هذا تحليل وقراءة ذاتية طبعا وهذه القراءة ليست لي تحديدا أنها حوار مع مجموعة من المفكرين ومن السياسيين الذين التقلنا معهم من أجل تفسير مفهوم هذه الغارة ولماذا هذا التوقيت وما هي هذه الغارة طبعا هنا أتوجه أيضا بالشكر للمفكر العربي الأستاذ ناصر قنديل الذي طبعا أضاء على هذا الموضوع بشكل كبير الغارة الإسرائيلية كيف تمت؟ تمت الغارة الإسرائيلية من ناحية السياسية وفق الأمر التالي في 31 أيار 1974 كان هناك اتفاقية ما بعد حرب الاستنزاف البطولية التي خضها الجيش العربي السوري ضد الكيان الإسرائيلي هذه الحرب الاستنزاف أدت إلى جولات مكوكية قام بها كسنجار وبالتالي كان هناك رعاية سوفيتية أنذاك وأمريكية وأمم المتحدة على أساس أن يقام قواعد للاشتباك بين سوريا وبين الكيان الإسرائيلي هذه قواعد للاشتباك تضمن عدم القيام باعتداءات مباشرة بين الطرفين على أن ذلك لا يعتبر اتفاقية سلام ولا يلغي أيضا الحق السوري بتحرير أراضيه سواء بالوسائل السياسية أو الوسائل العسكرية إسرائيل ماذا قالت؟ قالت قبل تنفيذ هذه الغارة طبعا لم تذكر ذلك إعلاميا ولكن هذه رسالتها بأنني عندما قمت بالهجوم على مواقع في محيط دمشق فأنا كنت أستهدف صواريخ كانت تنقلها سوريا إلى حزب الله فهذا يعني بأن سوريا هي التي انتهكت قواعد فك الاشتباك أو قواعد الاشتباك لأنها تمرر السلاح إلى طرف ثالث هذا الطرف الثالث يهدد إسرائيل سوريا ماذا قالت؟ قالت لإسرائيل لا أنت قمت بعملية عدوانية وبالتالي أسميناه العدوان الإسرائيلي هذا العدوان يحمل شقين أول شيء هو عدوان مباشر بمعنى من دولة إلى دولة المسألة الثانية بالعدوان أنه خرق لقواعد الاشتباك التي حافظنا عليها لفترة طويلة من الزمن لأن سوريا تحترم اتفاقياتها وتحترم توقيعها بهذا الموضوع فبالتالي كيف يجب أن يكون رد السوري؟ البعض أراد أن يكون رد السوري رد عسكري مباشر بمعنى أنه أطلقوا علينا نار مطلق عليهم النار ولكن سوريا فهمت الرسالة فهمت بأن إسرائيل تريد أن تغير قواعد الاشتباك من أجل أن يصبح لديها تدخل مباشر بالشأن السوري لمساعدة الوضع المتأزم للمسلحين في سوريا فبالتالي كان الرد السوري من ذات الفعل أهم شيء أنه ما يكون الرد بغير فعل فماذا قال السوري بشأن ذات الفعل؟ طيب أنتوا الآن خرقتوا قواعد الاشتباك ونحن الآن في سوريا لسنا ملتزمين بما خرقتم به قواعد الاشتباك وبالتالي نريد أن ننتج الآن قواعد الاشتباك فجاء الموفق مصادر إعلامية وأن لم يصدر ذلك بتصريح رسمي من الحكومة السورية ولكن مصادر إعلامية موثوقة بأن سوريا قال بأن جبهة الجولان هي مفتوحة سواء للعمل الفلسطيني المسلح أو لإيجاد جبهة شعبية مقاومة من أجل أن تحر الجولان ومن أجل أيضا أن تحمي هذه المنطقة من الحدود المشتركة وأضافت سوريا ولأول مرة بأن نحن سوف نمرر أسلحة نوعية إلى المقاومة الفلسطينية إلى المقاومة اللبنانية الذي حصل كان هناك استجابة من المقاومة بشكل مباشر ما أعلنه بالأمس سماحة السيد حسن نصر الله بأن نحن سوف ندعم المقاومة الشعبية لماذا السيد حسن نصر الله قادل هذا الأمر بدعم المقاومة الشعبية ووقوفه السياسي والعسكري مع سوريا قال لأن ذلك هناك لدينا محور مقاومة وبالتالي يحق لتنظيمات المقاومة أن توجد تنسيقا ما فيما بينها نحن في سوريا لدينا جيش نظامي هو الذي يحارب ولكن عندما يكون لديك شكل من أشكال المقاومة الشعبية فهذا الأمر مفتوح على جميع الاتجاهات وجميع التعاون مع كل أطراف المقاومة الموجودة في المنطق إذن هنا هذا الأمر أصاب إسرائيل بذعر حقيقي لأن سوريا فهمت الرسالة بشكل جيد وردت عليها بشكل جيد وهي تعرف أن القضية فيما لو أطلقنا صاروخا ما وفيما لو أطلقنا طائرة ما فهذا الأمر لن يعني كثيرا بخلفية ما قامت به إسرائيل ومع ذلك هذا بالشق طبع فضل الاشتباك ومع ذلك في الشق المباشر بأن سوريا تتعرض إلى عدوان قالت نحن في جهوزية تامة الآن يتم نشر وصائد دفاعنا الجوي لكي تحمي البلاد بشكل مباشر والجيد والأهم من ذلك أن أمر العمليات أيضا وفق قواعد الاشتباك التي كانت في الأربعة وسبعين أمر العمليات وأمر التصدي هذا الأمر خاضع للقادة الميدانيين الذين يقدرون مباشرة ما هي الظروف الممكن أن يردوا فيها مصادر إطلاق النار دون الرجوع إلى القيادة وهذا يعني أن سوريا الآن وضعت قواعد اشتباك جيدة كيف دليل أن إسرائيل أصيبت بالذعب من هذا الموضوع مباشرة صرحت الناطق باسم نتنياهو ووزاة الخارجية وكل وسائل إسرائيلية أصبحت ترد نحن لم نكن نستهدف النظام السوري لم نكن نستهدف الدولة السورية نحن فقط كنا نحاول أن نوقف إمدادات السلاح بالمعنى السياسي وكنت أنا في إحدى الفضائيات الغربية وكان بمقابل الناطق باسم الرئاس الوزراء الإسرائيلي فقلت له بشكل مباشر طبعا بشكل عفوا غير مباشر عن طريق هذه القناة أنكم لم تكسبوا مكسب سياسيا واحدة من هذا الأمر الذي قمتم به أولا لم تستطيعوا أن تصيبوا قدرات الجيش العربي السوري بأي وهم المسألة الثانية إذا كنتم تعتبرون أن ذلك سوف يوقف إمداد السلاح للمقامة نحن الآن نقول بشكل علني نحن سوف نرسل لهم السلاح على العالم بأن سوريا منذ تأسيس المقامة في لبنان وحتى الأمس القريب لم نكن نقول بالفم العريض بأن نرسل الأسلحة أو سوف ندعم بواسط التسليح الآن أعلنتها سوريا بشكل مباشر أعلنت سوريا فتح الجبهة في الجولان أمام أيضا الاحتلال الإسرائيلي وظهرت تنديدات دولية وعربية وحتى أقليمية تجاه هذا العدوان الذي قمته فيه فأي مكسب سياسي استطاعت إسرائيل أن تحققه من هذه الضربة وحتى أي مكسب عسكري بأن قمته مثلا بضرب موقع عسكري هنا أو هناك إذن مجمل هذه الأمور كانت هذه الضربة التي وجهتها إسرائيل يؤمل منها إسرائيليا وأقليميا وبعض الدول العربية أن تقوم سوريا برد عسكري مباشر وتشتعل الجبهة من أجل أن يخفض ضغط الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري على المسلحين باعتقادي كانت هذه الورقة الأخيرة التي ألقيت تماما وبذلك أعتقد تحققت نظرية المئة يوم ومن هنا ذهب كيري مباشرة إلى موسكو وحدث ما حدث نعم طيب موسكو و لندن ناقشتا اليوم طبعا وفق الرئيس بوتين خطوات عملية حول سوريا وسيناريوهات إيجابية لتطور الوضع ما الذي جاء بكاميرون إلى موسكو وبعد يومين سيتجه إلى واشنطن نعم الذي حصل أن دعني أقول الملف السوري أو الأزمة في سوريا أنا لا أحب أن أستخدم لا كلمة ملف ولا كلمة الأزمة السورية كلمة الأزمة السورية يعني كل مكونات الأزمة السورية وهذا الأمر لا خطأ نقول الأزمة في سوريا وباعتقاد هذا تصويب إعلامي يجب أن نراعيه بشكل دائم إذن الأزمة في سوريا لها مكون داخلي ولها مكون خارجي المكون الداخلي أعلنت عنه القيادة السورية بكل صراحة بأن نحن كان لدينا العديد من المشكلات والأخطاء نستطيع كمجتمع سوري وكشعب سوري بكل قواه السياسية والاقتصادية الحية أن نعاج هذه المشكلات تم ترتيب قاعدة لبناء عمل ديمقراطي من خلال قانون انتخابات وقانون أحزاب وتعديل الدستور وإلى آخره فهذا الشكل الداخلي السياسي في إطار الأزمة في سوريا تم وضع أسس وآليات له وأن كان ما زال هناك يعني عدد من الأمور يجب أن نقوم بها للأمام سواء اجتماعيا أو اقتصاديا لكن الشق الخارجي من الأزمة في سوريا يتعلق بالأمر التالي هناك مشروع يستهدف سوريا من عدة أطراف ولكن كل طرف له هدف بمعنى الأمريكي هدفه من استهداف سوريا هو أمن إسرائيل الأوروبي هدفه من استهداف سوريا هو إيجاد موقع جيوبولوتيكي من المنطقة خاصة أن أوروبا لا تملك أي أداة من أدوات التدخل في منطقة بشكل عام القطري له هدف يتعلق أحيان برؤى شخصية وضيقة جدا ويتعلق أيضا بما يقال حول إمدادات الغاز والطاقة الموجودة عبر سوريا السعودي له أيضا هدف يتعلق بسلفية وأصولية إسلامية التركي له هدف يتعلق بعثمنة جديدة إذن المشروع الواحد ذو الأطراف المتعددة له عدة أهداف عندما تتناقض الأهداف فيما بعضها في لحظة معينة من يملك سلطة تحقيق الهدف الأكبر هو الأقوى والأقوى هنا الأمريكي فما أن أمريكي ماذا سوف يفعل؟ سوف يفعل كعادته عندما يدخل أي مشروع يتخلى مباشرة عن أدواته في هذا المشروع سواء نجح هذا المشروع أو فشل لذلك نلاحظ هنا أنه بدأ مجموع وزراء خارجية في قطر والسعودية ومصر وغيرها يركضون بين هذه العواصم يقولوا أين يمكن أن نجد موقع قدم بعدما أدركوا بأن الأمريكي قد تخلى عنهم إذن ومن زيارة كاميرون جاءت في هذه الإطار بينما بالطرف الآخر الموقف من الدول الصديقة لسوريا هذه الدول كان لهذا هدف واحد وهو أمن واستقرار سوريا ولكن بمشاريع متعددة تخيل هدف مدعوم من أربع خمس مشاريع المشروع الروسي هو إيجاد توازن عالمي لأن السيد لافروف قال أن مستقبل العالم سوف يتحدد بناءا عن ما يحدث في سوريا المشروع الإيراني هو أيضا الوقوف مع سوريا الشقيقة التي وقفت معه دائما وبالتالي حماية محور المقاومة المشروع الصيني هو أيضا إيجاد توازن عالمي لكن أيضا مع أبعاد اقتصادية مشروع دول بريكس هو مشروع صداقة وبذات الوقت هو مشروع مهود أمام قوى ناشئة فتخيل عندما نأتي بمقارنة هناك هدف مدعوم بعدة مشاريع تمثل أكثر من نصف العالم وهناك مشروع واحد أمامه عدة أهداف فبالتالي أين سوف تكون الغلبة؟ ماذا أحس كاميرون؟ كاميرون قبل اللقاء الذي حدث بين جون كيري وبين لافروف وبين الرئيس بوتين كان يقول بدنا نسلح وبدنا نحارب وبدنا نسقط النظام ويعلي السقف بشكل كبير فتفاجأوا نوعا ما بالخطوة التي قامها السيد كيري بذهابه إلى موسكو وبالتالي إعلان هذا التصريح بشكل مباشر ولاحظنا نحن أنه كيري كان عم يعلن القضية وعم يغص تقريبا ليس بالمفهوم الفيزيولوجي يعني أنه عم يغص بمفهوم حقيقي يعني بما معناه قال يعني أنه أنا مجبر أنه حرأت قلب أي أنا مجبر مع أني أرفض كذا وكذا وكذا بس خلص بدي يفوت ورح أشكر الروس لأنه ساعدونها وهناك تقارب روسي أمريكي لا ليس هناك تقارب روسي أمريكي روسيا لم تغير أي قراءة من قراءتها المتعلقة بالأزمة في سوريا ذا الأمريكان الذي تقدم كاميرون الآن عم يشتر لحتى أنه ترى بهذا الترتيب شو عم يصير رقم واحد رقم اثنين شو ممكن نكون دور كأوروبيين كيف ممكن بأنعالج المشكلات اللي ممكن تظهر عنها شو هي المشكلات بتظهر بأوروبا الآن بعد الدعم الأوروبي الكبير لما يسمى الجماعات الجهادية وهي المجموعات مسلحة إرهابية هذا الدعم الكبير سوف ينعكس عليهم من خلال أنه قوى اليمين الأوروبي الآن عم تظهر بأوروبا بشكل قوي أنه انتو شو عم الساو وهناك تخوف شديد بأنه يلي أرسلوهم إلى سوريا أن يعودوا إليهم نعم طيب باريس رحبت بالتفاهم الروسي الأمريكي أو مثل ما تفضلت بالتقرب الروسي الأمريكي ورأت وجوب تشكيل حكومة انتقالية في إطار الحل السياسي الموقف الفرنسي في أي إطار يندرل هذا يعني نحن منسميه أنه الكلام في الوقت الضائح بمعنى مشروع وحدة وطنية حكومة وحدة وطنية هو مشروع قائم في سوريا لكن مشان نعرف أن حكومة وحدة وطنية في إلها معنيين المعنى الأول أن تكون لديك حكومة وطنية تمثل كل فئات الشعب وهذا نهج بسوريا بسوريا نحن من السبعين في عنا مفهوم الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية أن تجمل هذا بالمفهوم الوطني أن تجمل كل مكونات الشعب السوري بالمفهوم السياسي أن تشمل كل المكونات السياسي ما كان منها معارض ومنها موالات أو حسب التسميات الدارجة باريس ماذا تريد أن تفعل؟ رحبت بالاتفاق ولكن هل كان الاتفاق أو جوهر الاتفاق هو الخطاب الفرنسي قبل شهر أو قبل أسبوع؟ كان نفس الخطاب؟ لا كان عنده خطاب آخر فبالتالي الترحيب بهذا الاتفاق هو ترحيب المرغم بهذا الموضوع من هون لم تستطع الآن فرنسا أن تعلن أن هناك انتصار سوريا ما فتريد أن تدخل الأمر على أنه سايق قضية الكيمياء في المنطقة يعني برأيك غيروا بعد ما غيرت أمريكا وجهة نظرة؟ طبعا هذه أدوات بالآخير وبالمناسبة هذه الأدوات أحيانا تتلقى الأوامر بالفاكس أو عن طريق اتصال تليفوني وليس عن طريق تنسيق بدليل أن التغير الذي كان بين 24 ساعة من تصريحات فرنسية بريطانية أنه كيف صار عندنا بعد 24 ساعة من خلال اللقاء المفاجئ بمضمونه والذي كان باللقاء بين كيري وبين لافروف وبين الرئيس الروسي بوتين إذن كل هذا التغير الذي يحدث هو أنه ناس عم تحاول تلحق نفسها بهذا الموضوع حتى أنا باريس أيضا طلبت بإدراج جبهة النصرة على قائمة لرهاب أيضا نعم هذا الأمر له حدين الحد الأول هو إقرار ما بيتفضلوا علينا فيه طبعا على أن جبهة النصرة هي تنظيم القاعدة وبالتالي تنظيم القاعدة حسب القوانين الدولية هو عبارة عن تنظيم إرهابي لكن في مسألة تانية محاولة أنه إظهار طرف واحد بأنه هو طرف إرهابي دون إظهار الأطراف الأخرى التي تعمل على الأرض أيضا بأساليب إرهابية هو محاولة من أجل تعويم مجموعات مسلحة معروفة بعينها على حساب مجموعات مسلحة تانية وبالتالي إذا ما بنتم تدخلوا التفاوض على طاولة التسوي أو طاولة التفاوض سوف يقولون لدينا أن الجماعات لدينا جماعات بين قوانين ثورية هذه الجماعات الثورية هي تختلف تماما عن تنظيمات الجهادية القاعدية وبالتالي هي يجب أن يكون لديها حصة في الترتيب القادم الذي حصل الآن أن سوريا عندما أطلقت المبادرة وعلى لسان الرئيس الأسد والتي استوحيت أيضا من روح جينيف كان هناك برنامج وخطة عمل أنه مو إذا ملكت السلاح أو أطلقت قذيفة مع أنت ملكة المكان الذي أطلقت فيه قذيفة أو فجرت سيارة هون مع أنت أنت ملكة المكان الذي فجرت فيه السيارة بالمناسبة التفجيرات لا تسقط نظام ما في نظام بالأرض سقط من وراء تفجيرات بس الأهم من هيك أن التفجيرات لا تبني نظام يعني هذا اللي فجر قد تزعج النظام فعلا وتؤثر أحيانا فيه نعم مع أنه في اختلاف في مفهوم قيمة النظام يرسلونهم إلى هنا ليقتلوا ويقتلوا بنفس الوقت ليتخلصوا منهم نعم هذا الأمر نحن نفهم وأنه ممكن هذا الأمر يأثر ولكن لا يسقط بس بالمقابل هل أنت بتصوصة هذه التفجيرات وهذه الصواريخ التي تقع على المدن وعلى الأبرياء وعلى المدنيين واستخدام الاستلاح الكيماوي واستخدام الاستلاح الكيماوي تستطيع أن تبني نظام؟ انتخابات أن تحقق قاعدة شعبية أو صفة تمثيلية هذه أسئلة كمان كانت مهمة جدا لذلك نحن ما نلاحظ أنه حتى الآن ما يسمى المعارضة الخارجية وهم بقى بدنا نختلف حول مفهوم معارضة خارجية أو ما هنالك ما يسمى معارضة خارجية هذه المعارضة خارجية لم تقل في يوم من الأيام على الأطلاق بأنها تريد انتخابات طيب لماذا لا بدك انتخابات؟ وانت مدعوم بالعالم الغربي يقول أساس الديمقراطية هو الانتخابات لماذا لم تقل يوم من الأيام بأنك تريد انتخابات؟ هذه النقطة الأولى نقطة الثانية بشكل سريع وهذه تحدثتها أيضا على الإعلام معهم بشكل مباشر إلى أنه وجود جماعات تكفيرية مسلحة بعد انتهاء النزاع وعد انتهاء الصراع كيف سيخرجون من هذه البلاد؟ قالوا بمجرد أن يسقط النظام السوري سوف يخرجون يعني أنا بدي أفهم هذا الشيشاني اللي جاي شو عمله نظامنا مثلا لحتى يحارب هون أو هذا التونسي أو الليبي أو إلى آخره على أي حال خلط الأوراق الذي كان مستمر لمدة الشهرين كان هدفه أنه أنضاج عملية كسب نقاط للتسوية يبدو أن هذه الدول كانت تحاول كسب نقاط بالعكس خسرة نقاط أكثر طيب هلأ بدي أسألك عندما يقول وزير الخارجية الأمريكي يعني أن الولايات المتحدة ممتنة لروسيا لترتيبها مؤتمر ثاني من شأن سوريا يعني المعاني السياسية لهذا التصريح حالو جميل كلمة الامتنام بأن هناك أيضا مأزق أمريكي يعني روسيا كان ممكن تستمر بعملية خلية سميك باش بأنه طب ما شئ أنتوا الآن مستمرين بتدفق الأسلحة ومستمرين بتدفق الإعلام والبروغاندا الإعلامية وإلى آخره فلتستمروا الآن أنتم تطلقون ضربات قاسية على الأرض لذلك أصبح لدينا هناك مأزق أمريكا فكرت بأنه إذا قامت بالحرب بالوكالة نحن نعلم معظم حروب أمريكا تقوم فيها بشكل مباشر لكن بعد هزيمتها بالعراق وهزيمتها كذا قامت الحرب بالوكالة نجحت معها بليبيا الحرب الوكالة لكن بسلم تنجح معها وبالتالي يعني الأصيل عندما أو الوكيل عندما يفشل في تحقيق المخطط المسألة لا تعود فقط للوكيل تعود أيضا للأصيل يعني من كان كلفهم بهذا الحرب هو الذي أيضا سوف يتلقى خسائر موجعة لذلك أمريكا جاءت في قضية تعلق بأنه كيف يمكن أن أعيد حضوري في ساحة الصراع في المنطقة وبالتالي لم تستطع أن تلجأ إلى الروسي فهي من هذا الأمر أنه هي ممتنة هل السؤال أنه في عندي أنا مؤتمر ثاني أنا واثق الآن وأقولها طبعا بشكل مباشر أنه هذا المؤتمر الثاني لم يخرج ببنوده عن المؤتمر الأول بشيء وإن كان بالشكل ممكن يخرج لكن هو البنود الأولى يلي هو عبارة عن وقف الاقتتال البدء بحوار عملية سياسية تفضي إلى انتخابات الانتخابات يطلع عندي صفة تمثيلية لمجموعة القوى السياسية في الشعب تشكل عليها بالمقابل السلطة السياسية في سوريا وتشكل عليها الحكومة في سوريا كيف يمكن أن يخرج أي إطار تسوية من السوريا عن هذه المفاهيم لا يمكن إطلاقا ولربما الأمريكي لأنه ممنون كثير من الروسي سيقدم له قضية بأنه ممكن يساهم بشكل أو بآخر بعملية محاربة الإرهاب في سوريا وقد تكون هذه مفاجئة وعملية محاربة الإرهاب بسوريا بمعنى الضغط على أطراف إقليمية وتحديدا قطر والسعودية من أجل إيقاف تدفق هؤلاء المسلحين منتمين إلى تنظيم القاعدة لأنه بلشت تحولات تظهر بدول أخرى في مصر الآن نلاحظ تطور وتغير يجب أن نقرأه بعناية أن مصر عند إدانة العدوان الإسرائيلي على سوريا لم تقم الرئاسة المصرية بالإدانة لأسباب تتعلق بارتباطات مصر الاقتصادية الهائلة بأمريكا وقطر فبالتالي طلبه من ما يسمى الحزب الحرية والعدالة عنده بأنه هو يقوم بالإدانة وبالتالي هو عبارة عن تنظيم الإخوان المسلمين في مصر بينما نلاحظ أن تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا بشكل أو بآخر عن طريق أشخاص أو عن طريق بيانات مسربة بأنه كان راضيا وكان موافقا على هذه الضربة إذن هنا في تباين بهذا الموضوع ونحن معرف أنه كان في جهد إيراني من أجل إعادة استيعاب مصر بهذا الأمر الموقف السعودي الآن في تغير لأنه بدأ يفهم أنه الورقة الرئاسية ورقة رئاس الحكومة في لبنان ممكن تكون جائزة طردية نتيجة أيضا الخسارة الكبيرة فبالتالي إعادة ترتيب المنطقة أخرجت أطراف من المعادلة تماما مثل قطر وتركيا وأعادة تعوين بعض الأطراف ولكن بالمقابل في هذا الإطار بإسالك ستاة شادي وزير الدفاع الأمريكي أكد اليوم أن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة في الشرق الأوسط هي سياسية وخصوصا الأزمة في سوريا يعني ما المعاني السياسية والعسكرية لهذا الأقرار هو قال من عشرة أيام تحديدا لا يستبعد قيام بعمل عسكري بمعنى هذا ما نسميه الدوز الأعلى أنه العمل عسكري غير مستبعد قضية الأسلحة الكيموية السورية كمان بدأت دخل فيها عسكريا باعت 200 جندي على الأردن مع أنه كان باعت 180 ألف جندي على العراق الأمريكي وشفنا شو صار فيهم ف200 ما بعض شو ممكن يساوه فبالتالي علت دوز بشكل كبير الآن عندما تصمع تصريح سياسي من قبل وزير دفاع هون بقى تجي المفارقة إن وزير دفاع كان يمكن أن يقول لا يوجد عمل عسكري مثلا إذا أراد هاجل أن يقول شيء يقول لا يوجد عمل عسكري هو لم يقل لم يدعم عسكري قال أن العمل السياسي هو الحل الوحيد فهذا ليس فقط نفي للعمل العسكري بشكل مطلق هذا أيضا ينفي للنيات بقيام بأي عمل عسكري والإقرار تماما بأن هناك ما يشبه الهزيمة السياسية وبالتالي علينا أن نحاول أن نكسب نقاط بالسياسة لأن لن نستطيع إطلاقا أن نكسب نقاط عسكرية هذا الأمر الذي قال أهم منه هو كان مسؤول عن الاستخبارات الأمريكية داخل الكونغريس في شهادة أدلاء داما الكونغريس قال نحن ذهبنا إلى العراق ب180 ألف جندي وبمئات أو آلاف المليارات من الدولارات وخسرنا الآن لا نستطيع لا أن نرسل هؤلاء الجنود ولا أن ندفع تلك المليارات لأزمة الاقتصادية الأمريكية من أجل أي شيء تجاه سوريا طيب هلأ التركي راهن بكل شيء وهل يعني خرج من اللعبة الآن هل له جائزة ترضية أيضا هلأ التركي يخاف من مسأله مهم جدا وهو تأثير الدومينو يعني في حال لا سمح لك كان في احتمال لأننا نعالج بالمنطق الاحتمال الأول أن تسقط سوريا والاحتمال الثاني أن تصمد سوريا يعني هذا بالمنطق الواقع اللي هو أنه صمود سوري كان أن تسقط سوريا فهناك في أثر نسمي أثر الدومينو كيف يمكن أن تضبط تلك الجماعات التي يمكن أن تنتشر بقى لإقامة خلافتها وإماراتها وإلى آخرين هذا الأمر زال ولكن أيضا هنا النصر السوري ما هي الأوراق التي يخبئها السوري نتيجة هذه الأزمة يعني بمعنى نتيجة هذه الأزمة دينا أوراق كثيرة والسوريا ليست متهورة بطريقة أنه كلما تمسك قصة زراع الإعلام أو كلما تمسك قصة تنزل مبازرة فيها في عنده أوراق مهمة جدا هذه الأوراق تحتفظ فيها التركي تماما يعرف ما هي بعض هذه الأوراق وبالتالي هو الآن في عنده تخوف على الوضع الداخلي حاولت الولايات المتحدة أنه تقدم جائزة طردية للحكومة أردوغان بمعنى أنه سوت علاقته مع أسرائيل لكن هذه مجائزة طردية لأنها عادتها للموقع الأول ومسألة الثانية أنه هي لم تنقضي العلاقة بشكل جوهري ولكن لنقول أنها جائزة طردية اعتزار بسيط من نتنياهو المسألة الثانية حاولت أنه يتسوي الوضع مع حزب العمال الكردستاني وبالتالي ما يعين عن انسحاب الحزب ولكن حتى كما يقال بنتصريبات إعلامية أعضاء حزب العمال ليسوا على ثقة كاملة بوعود أردوغان لماذا لم يقم بها منذ السابق لماذا قام بها الآن هل هذا الأمر فعلا سوف يعطي حقوق الأكراد في تركيا قام بها الآن لأسباب سورية من أجل أن يحاول قدر إمكان أن يوجد متنفس له داخل الشارع التركي الذي فقد الكثير من أسهمه للشارع التركي من هون أردوغان كونه لا يستطيع الآن أن ترشح رئاس الوزراء مرة أخرى يحاول يعدل الدستور لحط يعطي صلاحيات الرئيس الجمهورية ويترشحه كرئيس الجمهورية هذا الأمر في قوى حية بتركيا الآن تقايم بشدة تجاه هذا الموضوع فبالتالي إن نجح أردوغان في الوصول إلى ما يريد لكن حتما فيش المشروع أردوغان صار الآن المشروع ما بين يفكر بعثمانية كبيرة ليتجه بالآخر إلى التفكير بوضعه الشخصي هل أستطيع أن أبقى رئيس هنا أو هناك طيب من خلال كل هذه التصريحات التي سبقت هل من الممكن أن يكون حديث الأمريكي فيما يتعلق بالشأن السوري هو يصب في خانة المناورات السياسية أم أن الأمور باتت على المكشوف وواضحة أكثر من أي وقت مضى عامل المناورة قد يكون هناك مناورة لكن هامش المناورة بيق جدا الآن الأمريكي سوف يدخل في إطار المباحثات أو الجينيف الثاني أو إلى آخره سوف يدخل بملفين ملف هو ما يتعلق بأمن الكيان الصهيوني والملف الآخر هو ما يتعلق بأسلحة الكيموية السورية المزعومة سوريا قامت بحركة استباقية وهي عندما قامت المجموعات المسلحة بإطلاق صواريخ تحمل مواد كيموية تقدمت مباشرة إلى الأمم المتحدة بطلب من أجل التحقيق فبالتالي كانت خطوة استباقية أنه أنا عم أتقدم بالتحقيق وتعفتش بهذا الأمر حاولوا وسعوا مجال التحقيق نحن ما بنقبل انتهات للسيادي إطلاقا ما بنعيد التجربة العراقية على التفتيش حول الأسلحة نوية المزعومة إضافة أن سوريا لم توقع اتفاقية أسلحة كيموية منع أسلحة كيموية بالتالي هي غير ملزمة إطلاقا بفتح أبابة التفتيش وأيضا سوريا لم تقل لا علانا ولا سرا بأن نحن نملك هذه الأسلحة قالت فقط إذا ملكناها فنحن لن نستخدمها تجاه الشعب نستخدمها بالدفاع عن الوطن فقط إذا الأمريكي هموا الآن يفوت بهذا المجال لكن هذه الأورقة فقدت مفاعل السياسية لأن ترتيب لدخول هذه الورقة كان في خربطة فيه من وين؟ من قضية أنه فيما الشعب واحد بعدة أهداف كيف صارت؟ صارت أنه في طرف ويعتقد أنه الطرف التركي القطري هو الذي مرر أو سهل عملية إيصال مواد كيموية وضربها عن طريق الجماعات المسلحة هذا الأمر أفقد الأمريكي قدرت استثمار هذا الموضوع لأن سوريا مباشرة توجهت عملها لأمم المتحدة فبالتالي لا يستطيع الاستثمار كثيرا بهذا الملف ارتباط أمن إسرائيل التي كان أيضا الأمريكي يحاول الدخل بها أيضا أصبحها مشوها ديق لا سيما بعد الغارة والتحليل الآن اللي قدمناه ليتعلق بقواعد الاشتباك فبالتالي فتح جبهة الجولان يتخيل أنه إسرائيل عنده حزب الله في الشمال ما عمتع في السيف يطلع لحزب الله تاني كمان بالشمال الشرقي يعني مشكلة بالنسبة لها فبالتالي هذا الأمر أفقد أمريكا هذه الملفات ورح تدخل فيها الملفات لكن لم تصبح ذات مفاعيل سياسية قوية لأنه أنت الآن قمت بالمبادرة من هون لازم نفهم شغلي أنه فعلا السوري استطاع أن يرد بشكل واضح وبشكل سياسي متقن تماما على قضية انتهاك إسرائيل بالضربة الجوية لو ردينا نحن بضربة جوية أخرى أو لو ردينا بصواريخ كان فات الأمريكي قال لي أخي إسرائيل عم ضرب سوريا سوريا عم ضرب إسرائيل بدنا نحط اتفاقين لنضمن أمن الطرفين سوريا قال لا هو ما ضربني هو انتهك الاتفاقية فبالتالي أنا أيضا في حل من ترتيبات هذه الاتفاقية ورح أفتح جبهة الجولان بهذا الموضوع هذا هو الذكاء السياسي السوري الذي استخدمه في التعامل مع هذا الأمر والذي أفقد الأمريكي قدرة فعل سياسي في الملفات التي قام بها طيب هلأ ما المأمول من المؤتمر الذي أعلن عنه في موسكو وما المطلوب دوليا لإنجاح هذا المؤتمر نعم هذا المؤتمر كما قلت هو عبارة عن نسخة معدلة عن مؤتمر جينيف واحد وهذه النسخة المعدلة أهم شيء لنحن كسوريين نرغب بهذا الموضوع أن يلكف المجتمع الدولي يده عن تدخل بالشؤون السورية نحن السوريين قادرين نعمل كل شيء قادرين نختلف مع بعض قادرين نتفق مع بعض قادرين نوجد نظامنا السياسي المشترك قادرين نفتح الأمر على تشاركية كبيرة في سوريا قادرين أنه نحن نسوي كثير من الأوضاع هذا الأمر ما زال السورية تملك من الرجال ومن الحكمة ما يكفي لإنجاز هذا الموضوع إذن ما هو المطلوب من المجتمع الدولي؟ المطلوب من المجتمع الدولي يجب الدوليين أن يوقفوا المطلوب من التدخل في الشؤون السورية أول شيء كان في الدخل العسكري أمني من خلال مجموعات مسلحة يمر معظبها عبر تركيا البعض الآخر عبر لبنان والآن الشخصان مالجم إلى سوريا إقافة لبناء منطقة القصير والآن طبعا كما تعلم هل تطلب السورية قبل ما نسوي دمشق رحبت بالتوافق الروسي الأمريكي ولكن ماذا عن معارضة الخارج؟ أول شيء ليش دمشق رحبت وفورا لأن دمشق ليست بعيد عن هذا المناخ لم نتفاجأ إطلاقا في دمشق أن هذا الأمر سوف يحدث بينما بقية الدول اللي بتحت المظلة الأمريكية تفاجأ لهم أمريكي ما بيقلوا شو يساوي الاميركي لما يفوت بتسوية بعد ما يأنجزها بيستدعيهن تعول عندي مشاء لكم شو ساوينا تماما بينما الموقف السوري الذي هو طبعا يتمتع بالسياسي واضح ايضا مباشرة مع الروسي ذلك نحن لم نستغرب فمباشرة رحبنا بالاتفاق لاننا نعرف تحديدا ما هو هذا الاتفاق اما المعارضة الخارجية لماذا لم ترحي لانه كان المعارضة الخارجية ما عنده غير كلام واحد طبعا اول الحداث كان اسقاط النظام وبعدين شخصوا المسألة بالرئيس الاسد تحديدا صار ما في حديث غير الرئيس الاسد فقط عليهم وكانوا عملهم هاجس هذا الكبير جدا يعرفوا اطلاقا ما هي المسارات السياسية تمكن ان تكون بوجود الرئيس الاسد الرئيس الاسد تحول الى رمزية الصمود بشكل كبير وليس فقط على المستوى الداخلي السوري مبارح نحن شفنا مسيرات في غزة تأييدا لسوريا للأسف اللي قمعوها هم من تربوا في احضاننا هنا وشفنا مسيرات في مصر وشفنا مسيرات في تونس والان بدأت تتحول هذه الرمزية من رمزية وطنية لرمزية عربية فعم يطلعوا المعارضة الخارجية وانا اقول هنا اتحفز على كلمة معارضة انه نحن فتنا دا نسقطه ام طلع في امتداد شعبي هم بقى صار في عنا اختلال في هذا الموضوع الان تعالت الاصوات انه لن نقبل بحوار ولن نقبل بكذا مشار رفع مستوى الشروط قلت لأحدهم يعني لأحدهم عفوا يعني بنا عم نتناظر كما ذكرت على احدى الفضائيات وهو من عتات هذه المعارضة فعم يقول لن نفعل ولن نقبل ولن ولن كذا هيك فقلت له بشكل مباشر لأ عيني انتو بكرة راح تروحوا واتوقعوا وكما يقال لكم سوف تفعلون ومثل ما انا شايفك الان شفنا شو ساويته قبل القمة عصاص رفعته مستوى الحديث وشفنا شو صفته وقت كان فيه محاولات التهدي او الى اخره وبالاخير راح تروحوا وتوقعوا ما تملكوا ارادة سياسية ما تملكوا قرار سياسي لانه الهلا عم تفكروا ولهلا في عنكم اطياف ما عم تعرف كيف تخلوا بالموضوع بينما نحن خلال 24 ساعة صدر بيان سوريا رسمي بالترحيب بهذه المبادرة عفوا بهذا اللقاء والتقارب وبالتالي بترحيب بمؤتمر اخر بالامس وجه السيد حسن ناصر الله رسائلة حازمة وواضحة بشأن المقاومة واسرائيل يعني اعلان الامين العام لحزب الله جهوزية المقاومة لاستقبال السلاح نوعي وكاسر للتوازن ما عكاسه على الكيان الاسرائيلي طبعا كما ذكرت وسائل الاستطلاع الاسرائيلية دائما انه اكتر واحد يتمتع بالمصداقية باسرائيل هو سمحت سيد ناصر الله يعني بياخد اجماع تقريبا بمعنى كيف الاجماع بمعنى ما يقوله يأخذ على محمل الجد بينما تصريحات المسؤولية الاسرائيل نفسها لا تأخذ بذات المحمل من هون كانت اشارات سياسية مهمة للسيد ناصر الله مبارح بخطابه الاشارة الاولى هي التلاقي المباشر مع الخطاب السوري مع الدعوة السورية المسألة الثانية هو ايجاد ما يسمى شبكة امان المقاومة شبكة امان المقاومة كيف يعني؟ يعني انه انا الان في عندي جهات مقاومة وعندي دول مقاومة وعندي منظمات مقاومة هذه الجهات والدول يعني كان في بينها تنسيق لكن هذا التنسيق دعني اقول غير نوعي بمعنى المقاومة في لبنان هي عبارة عن منظمة هي منظمة حزب الله المقاومة في السورة هي كيان دولة فدولة كانت تعمل مع منظمة الان اصبح لدى المقاومة في لبنان نظير سوري بمفهوم المنظمة وهو ما اعلن عنه بانه سوف يتم تشكيل كتائب مقاومة سوف تقوم على تحرير الجولان واليوم كمان احدى مجموعات المعارضة الداخلية ويتشارك بالحكومة جبهة التغيير والتحرير وسألت رئاسة هذه الجبهة انه انت جبهة التغيير منفهم التغيير ضمن البلد لأسباب تنموية معيشية سياسية اقتصادية بس التحرير من وين اجابوا انه نحن التحرير مقصود تحرير الجولان والان بعرف انه صدر بيان عنهن انه هذا الامر يدعو فعلا قواعدهم من اجل ايجاد هذه الكتائب اذا اسرائيل فتحت ابواب جهنم بهذا الموضوع الذي احلسته وبالتالي لم يكن توقع اسرائيل ان يكون الرد السوري من نفس الاطار ونفس الجنس تماما مثل ما قال المبارح سمحت السيد انه كان في كتير من الاصدقاء والاعداء بيرغبوا ان الرد بصواريخ لكن كان الرد بصواريخ كان جعل الاسرائيلي يكسب نقاط بالسياسة اكثر مما لو فعلنا نحن سهل شادي اليوم صحيفة اسرائيلية تقول ان ما يقد مجع اسرائيل ليس كمية الصواريخ التي يمكن ان يطلقها حزب الله بل التطور الذي طرأ على دقة الاصابة يعني ما تأثير هذه المخاوف على المواقف الامريكية والغربية بشكل عام انا يعني ماني خبير عسكري او بابعرف يعني ما عندي معرفة عسكرية اطلاقا انه نوعية الصاروخ الى اخر لكن بالقراءة السياسية انه نحن بنعرف بال2006 كان في دروس مهمة جدا بال2006 المقامة اطلقت صواريخ كثيرة بعضها اصاب هدفه بشكل مباشر وبعضها مثلا كان يروح باتجاد اخرى هذا الامر اذا احدث لاسرائيل هزيمة نفسية بشكل كبير وهزيمة عسكرية بعدم تحقيق الهدف يعني بمعنى انت لم يهجوم عليك عدو تنتصر باحد حالتين يا بتمنعه عن تحقيق اهدافه يا انت بتتغلب عليه وبتحقق هزيمة وباشرائله هلا مثلا المقامة اللبنانية بحرب 2006 ما تقدم السنتيمتر واحد باراضي فلسطين محتلة ولكنها حققت نصر كبير بانها استطاعت ان تمنع هذا العدو من تحقيق اهدافه مثل ما نحن الان اللي نحن شو نساوينا الان لنحن انه منعنا هذا المعسكر الاخر من تحقيق اهدافه قد يكون سقط لدينا شهداء او ارتقل لدينا شهداء وبذات الوقت تألمنا كثيرا وخربت مؤسسات ومرافق وإلى آخره نعم يعني فيه خسائر ولكن فيه انتصار انتصار وين انه الاخر ما حقق هدافه الان انتقلت المقاومة من فكرة انه انا انتصاري بعدم تمكين العدو من تحقيق اهدافه الى انه يكون انتصاري من قدرتي على تحقيق الاهداف داخل العدو فبالتالي هنا الهزيمة بتكون هزيمة عسكرية للاخر يعني هزيمة مؤلمة لاخر وليست فقط هزيمة نفسية بمعنى عدم طيب تحدثنا عن فتح جبهة الجولان يعني ما ابعاد ومعاني هذا القرار الاستراتيجي السوري بفتح جبهة الجولان مجرد اعلان فتح جبهة الجولان هذا الامر يؤدي الى كسر نظرية التوازن نعم على الاطلق وهذا الامر التكلم مبارح سماحة السيد عندما قال انا بسلنا اسلحة نوية اذن عم نكسر التوازن في توازن مثلا بين المقاومة وبين الكيان الصيوني اسمه توازن الرعب بمعنى اصبط ضبنا نضربك معتا انا بحقق لك حالة الرعب ايضا التوازن الذي كان على الجبهة السورية الاسرائيلية هو توازن استراتيجي اطلقه الرئيس الراحل حافظ اسد وهو توازن قائم على كيمياء سياسية تقوم بان سوريا مستمرة بنضايها السياسي والعسكري من اجل تحرير الارض وبينما اسرائيل تقوم بالتسليح الكبير جدا والنوعي جدا من قبل الولايات المتحدة والغرب من اجل ما يصمى الحفاظ على امن اسرائيل ما الذي حصل الان؟ الذي حصل الان هو عملية كسر التوازن لما اقول انا بدي افتح لك جبهة هذا القرار كسر التوازن على المقاومة العربية السورية؟ كسر التوازن لان اسرائيل كل حساباته مع سوريا هي من جيش لجيش لم تتوقع سوريا في اليوم الايام يكون مواجهته مع سوريا جيش ومقاومة تجاه جيش نعم واسبتت التجارب الى ان اسرائيل لن تستطيع اطلاقا ان تقف امام مقاومة شعبية وخاصة طبيعة الجولان الجغرافي معفلنا طبيعة معقدة وهي يعني بيئة مناسبة جدا من اجل القيام بعمل مقاومة باجل القيام باعمال مقاومة اذا من هنا اصبح لدينا عامل قوة اضافة هو الذي كسر التوازن كان التوازن جيش لجيش اصبح الان جيش ومقاومة تجاه جيش كيف سيؤثر هذا القرار على موقع سوريا العربي او لدى الشعوب العربية؟ يعني انا عندما اقول او عندما نسمعك كما تكات قبل قليل لافروف عم يقلك انه مستقبل العالم بتحدد على الشيء اللي بده يصير بسوريا نعم فما بالك ايضا انه في مستقبل المنطقة العربية بشكل عام الامر بتحدد كالتالي نعم اول شي في بداية ما سمي الربيع العربي كان في عندي انا تسونامي اصولي نمى بشمال افريقيا تونس ليبيا مصر وعم يتقدم على اساس انه يمر بسوريا بتتذكر قاله خلال اسبوعين شهرين اوغلو بده يفطرب دمشق مدريبين دو صلي بالاموي الى اخره نعم يعني هي ذات اصول اسلامية طبعا مهمة ولكن ممكن تنشيط حركات فيها ياللي صار انه سوريا وقفت صخرة في مواجهة هذا السونامي هذا الامر يؤدي حسب قواني الفيزياء السياسية انه يكون في عندي حركة ارتدادية اذا انت ضربت الصخرة يبدأ تكسرها يبدأ ترجع الموجة فبالتالي توقعوا الان وهذا الامر ان شاء الله بفترة قريبة لانه نحن الان نعيش اياما مصر توقع ان تصبح هذه الموجات الارتدادية ترتد انعكاسا ليقام وقتها ربيع حربي حقيقي هذا الربيع العربي الحقيقي سوف نشهد ملامحه لذلك هون لازم نشوف تماما انه ليش الان في تغيرات بالموقف المصري وشو اهداف هذا التغير وكيف قرأوا الموضوع طيب هذا الواقع الجديد ما تأثيره على مسار الاحداث في سوريا نعم باعتقادي مسار الاحداث في سوريا جزء منه مرتبط بالشأن الدولي وهو متعلق من مجموعات الارهابية وجزء منه ايضا متضمن انه بسوريا الان لدينا مهمات كبيرة جدا هذه المهمات في اعادة البناء الوطني اذا نحن الان مهمتنا الكبيرة الان اعادة بناء الوطن ولكن هنا انا اقف بتحفظ امام شيء معين انه اتمنى او اتمنى ان لا نشاهد اولئك الذين انسحبوا من المعركة او انكفأوا بالمعركة هون في مقدمة من يعلن النصر وفي مقدمة من يعلن اعادة البناء نحن هذه الازمة كان في عنا اشخاص وادوات ومؤسسات لم تعمل كما يجب في هذه الازمة وظهر لدينا ادوات واشخاص ومؤسسات تطوعت ونذرت نفسها الدفاع هذا الوطن بشكل كبير اذا ليست المسألة التوزيع حصحص او المسألة مناصبية معينة ولكن لدينا الان في سورة مهمة اعادة بناء ومهمة اعادة ترتيب البناء اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وهذا الامر باعتقادي الان لجان اعادة الاعمار وان كان تهتم بجزئيات انه اعادات اعمار البيوت او الصناعة او الزراعة او الاخرية لكن في اعادة شي بتعلق بالنسيج الوطني الكامل اذا لدينا جهد كبير يجب ان يجز بهذا الموضوع بدأوا نوعا ما بقضية التفكير بما بعد الازمة مثلا عسب المثال وزارة الصناعة الان هي اول وزارة بادرت بالموضوع شكلت لجنة من اجل اعادة بناء الصناعة السورية في لجان اعادة اعمار في كذا لكن هذا الامر بحاجة الى ورشة كبيرة وفكر جديد وكبير طيب سؤال الاخير استاذ شادي يعني من خلال قرارات القيادة السورية ومن خلال كلام مصر الله والدعم الايراني والروسي الثابتين هل نستطيع القول ان اي تدخل جديد يعني حربا شاملة الظروف الموضوعية لتدخل غير موجودة في الوقت يلي كان انضج ما يمكن فيه من اجل تدخل لم يحدث فبالتالي باعتقادي هذا التدخل طبعا بالشكل السافر العسكري لا يوجد اطلاقا اي ظروف موضوعية لو خاصة الامريكي قال خلص فعيد على سلام ولكن هذا لا يعني ان السوريا خرجت من دائرة الاستهداف مهم جدا نحن بهذه الازمة تعلمنا الكثير من الدروس تعلمنا كيف نميز بين الصديق ومن هو الصديق الحقيقي تعلمنا كيف نعرف من هو الخصم وتعلمنا كيف نعرف من هو العدو وبالتالي انا لا اعتقد بان تدخلا مباشرا عسكريا سوف يتم بالسوريا بل انفي هذا الامر اطلاقا ولكن لا انفي بان التدخل قد يكون مستمر وبادوات وسائل اخرى قد تكون ادوات وسائل اقتصادية اعلامية سياسية قد يكون هناك خلينا نسمي الخلايا النائمة بالداخل بس مو خلايا النائمة تبع السلاح فعن خلايا نائمة احيان بمفاصل بهذه الدولة قد يكون لديها ايضا فعل هدام في المستقبل على ان نكون منفتحي العيون تماما لما يحدث في سوريا وباعتقد ان السوريا طالما هي داخل دائرة الاستهداف فالسوريا سوف تزدع الصمود ان شاء الله نعم وتستنتصر ان النصر قريب وستقول كل دول العالم لسوريا شكرا سوريا شكرا لك الاستاذ شادي احمد الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام نحن في معركة نكون او لا نكون ولكن كنا وسنكون وستبقى سوريا بالف خير الى دقاء